اكيد ان طبعات كانت جميلة جدا بعد المباراة. اجمل لقطة شفتها كابتن عادل ايه? يعني في لقطات كتيرة جدا جميلة. بس انت استوقفك ايه بعد في يعني طبعا اثناء التتويق? يعني انا 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 عايز اقول لك انه التنظيم بتاع لعيبة الناد الاهلي. لعيبة منظمة حتى فرحتهم يعني فرحتهم مشروطة شوية. يمكن انا هقول لك حاجة عجبني انبارح الفرحة ما كانش فيها مبالغة. عارف ليه? علشان اللعيبة حاسة باداءها ما كانش ممتاز قوي. ده رقم واحد. رقم اثنين عايزة تركز كمان في المباراة اللي بعدها. صعب جدا انك انت تاخد اللعيبة من فرحتهم في الكاس وانه تقول لهم تيركزوا. ايه فيه الصفحة. ايه فيه الصفحة في نفس الوقت. دي لان. لان. بس انا عايز اقول لك حاجة. انا شفت اللعيبة نفسها. اللعيبة برضو لسه يعني ما عملتش الفرحة العالمة زي بطولة افريقيا اولا. لان البطولة غير البطولة. ولكن في نفس الوقت كمان انت بتتكلم على بطولة جاية بعدها بطولة السوبر. اللي احنا اللي احنا النادي الاهلي بناس عليها. انت عايز تاخد خمسية السنة دي. ودي حق مشروع ليك. انك تخش كنادي الاهلي اي بطولة تخش. لكن اللي عجبني مبارحة للتنظيم بتاع لعيبة نفسها. الممر الشرفي ده عجبني جدا. اللي عمله نادي الاهلي وفريق نادي الاهلي لفريق طلب. عجبني جمان. برضو الروح العالية. الروح العالية كانت قوية جدا من اللعاب الاساسية للعاب المصابين.